لكن لسه مستمرين في سرد كل ما هو يعني خاص ببطولة كاس العالم لأن بطولة كاس العالم كل يوم بتشهد مفاجأة شفنا مبارح إزاي كرواتيا قدرت اللي هي تطلع المرشح الأول ويعني الأقرب للبطولة زي ما كان بيتوقع البعض هو المنتخب البرازيلي وكمان شفنا الأرجنتين وهولندا ومباراتهم القوية جدا اللي يمكن فضلت مشتعلة حتى اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي والوقت الإضافي 120 دقيقة كان يعني غاية في المتعة غاية في الحماس غاية في الإرادة الحقيقية لكل يعني لاعب من لعبة المنتخبين عندهم إصرار وعزيمة لكن راحت في النهاية لضربات الجزاء الترجحية وإدرة الأرجنتين اللي هي تحسم الأمر النهاردة كمان عندنا أمال كبيرة جدا في المنتخب المغربي لأنه بيمثل الوطن العربي ككل لتجاوز عقبة البرتغال ومواجهة نارية هتجمع فرنسا مع إنجلتورا في ختام مباريات دور الثمانية بنكلم على الدور ربع النهائي لبطولة كياس العالم قراءة وفية عن استعارضها دلوقتي مع ضفنا الناقد الرياضي إبراهيم علي صباح الخير يا أسود صباح الخير يا أسود يعني بطولة فيها مفاجآت كتيرة ويمكن من أفضل ما قرأت بالأمس قالك أن خروج البرازيل هو بيقول أنه مفيش حاجة مضمونة فتباعة المرحل زي المباريات الخاصة سواء كانت البرازيل أو أيضا المباراة الأخرى الخاصة بهولندا والأرجاتين طبعا يعني كانت من أكبر مفاجآت يعني كل وكان متوقع يعني المفاجأة الأكبر اللي حصلت في الأول كان طبعا تأهل المغرب لربع النهائي دلوقتي بقت المفاجأة الأكبر أن المراشح الأقوى للحصد كاس العالم السنة دي وبعد ما كان متقدم والكل شايف أنه يعني قدر أنه يخطف جون في الوقت الأضافي الأول ويقضى يعني كل وكان متوقع أن المنتخب برازيلي هو خلاص حصل مباراة لكن قدر المنتخب الكرواتي أنه هو يرجع في المباراة فكانت دي المفاجأة الكبرى في المنديال اللي جاءت دلوقتي يعني تأهل المغرب كان المفاجأة الأولى ولكن خروج منتخب بقوة البرازيل واللعيبة بتاعتها اللي هي من أحسن لعبة العالم دلوقتي في الصحة الكروية قدام منتخب زي المنتخب الكرواتي اللي بعتبره يعني من أكتر منتخبات المنظمة على مستوى الدفاع على مستوى بناء الهجم من الدفاع للهجوم دي المفاجأة الكبرى اللي جاءت دلوقتي في المنديال قطر نعم شفت زي كرواتيا وهي بتستدرج يعني البرازيل تحديدا لطريقة لعبوهم عشان توصل لضربات الترجيح المنتخب الكرواتي دايما معروف عنه أنه هو منظم في كل خطوطه سواء الدفاع سواء خط النص سواء الهجوم بالذات أن المنتخب الكرواتي عنده من أفضل خط نص في العالم تقريبا يعني عنده لوكا مدريتش مارسيل بروزوفيتش وماتيو كوفيتش كمان السلاسي ده قادر أنه هو يوقف خطورة أي خط وسط المنتخب أو خط هجوم لمنتخب فالتنظيم اللي بيعمله دالتش المدير الفني المنتخب الكرواتي وصير مبراء على مزاجه أنه هو عارف أنه أنا لو هوصل للوقت الإضافي هوصل رقلات الجزاء فأنا مراشح الأكبر لأن المنتخب الكرواتي من المنتخبات اللي وصلت لرقلات الجزاء الجاية دلوقتي أربع مرات والأربع مرات عندهم نسبة نجاح 100% فكان ده كل يعني أنا وأنا بتفرج على المباراة لو المباراة أنا كنت بتمنى أن البرازيل تفوز ولكن عارف أن البرازيل لو وصلت مع المنتخب الكرواتي لضربات الجزاء عارف أن المنتخب الكرواتي هيفوز بفضل الديل العقلية بتاعتهم وكمان الحارس بتاعهم كان متعملك بشكل كبير جدا طيب لو هنتكلم على فكرة كرواتيا والبرازيل للبعض بيقول أن كرواتيا كان من اليوم الأول عندها هدف فكرة الوصول لنهاء المونديال شايف اللي هم بطريقة اللي هي بديه والنظام اللي أنت بتتكلم عنه سوز أبراهيم هيقدروا فعلا اللي هم يحققوا الهدف ده بعد اللي احنا شفناه في المونديال من بداية الجد دلوقتي ما فيش حاجة يعني فيش حاجة محطوطة زي ما هي أو ما فيش حاجة قاعدة سابتة أن المنتخبات القوية هي اللي هتفوز لأ بتشوفنا المغرب بتفوز وبتصعد لربع نهائي كرواتيا منظمة جدا وبتقدر توصل اللي هي عايزية ده اللي عملته أنا شايف أن كرواتيا بتكرر نفس السيناريو اللي حصل في منديال روسيا 2018 نفس الكلام دور الستاشر فازوا برقلات الجزاء دور التمانية كمان قدام روسيا البلد منظم قدروا أن يفوز عليها برقلات الجزاء فعندهم نفس السيناريو حصل دور الستاشر وحصل دلوقتي في ربع نهائي وقدامهم واجهة قوية جدا قدام منتخب الأرجنتيني وأعتقد أن هم هيفضلوا على نفس المنوال لأن ده أملهم أو فرصتهم والطريقة اللي هتوديهم للنهائي هي الطريقة لأن هم يستدرجوا الخصم بتاعهم أو يستدرجوا المنتخب اللي بلعبوه للوقت الأضافي أو رقلات الجزاء لأن ده اللي بترشح بنسبة كبيرة جدا المنتخب الكرواتي أنه هو يفوز بالمبراءة نعم الكل حمل المسئولية الخاصة بطريقة لعب البرازيل بالأمس اللي تيتي المدير الفني للبرازيل ويمكن هو خرج في تصرحاته وأعلم مسئوليته كاملة عن الأخطاء اللي حدثت به الأمس وأعلن كمال فكرة الرحيل عن التدريب وقال إنه هو ده قرار أخذ القرار ده من سنة ونص ماضية وهو ما بيرجعش في قراراته ومش هيغير قراره خلاص يعني هيعتزل فكرة التدريب شايف الأخطاء اللي ارتكابها كانت إيه في المباراة الأمس؟ شايف أن الأخطاء اللي هو كان بيستقل شوية في التبديلات بتاعته يعني مبارحة بنشوف أن أهم اللاعبين عنده بيمتلكهم في التشكيل الأساسي فينيسي الجونيور وريتشالسون أفضل السنائي الموجود دلوقتي في المونديال من بدايته بيطلعهم في وقت بدري جدا في مباراة زي مباراة كرواتيا كانت الاتنين دول بسرعتهم وكمان ما عندهوش اللي عنده نفس الطاقة أو نفس القدرة الفنية بتاعت السنائي ده أنه هو يستدرجهم أو يسحبهم بدري من المباراة دي كلفة المنتخب البرازيلي بشكل كبير كمان يعني أعتقد كمان المسئولية تروح كمان بجانب المدير الفني للعيبة اللعيبة دايما اللعيب البرازيلي مشكلته أنه هو ما عندهوش الاستمرارية ما عنده شوية جرور أنا عالية شوية بالزبط أنه هو عنده شوية جرور أنه هو واسق جدا أو المنتخب البرازيلي كان من داخل مباراة بارح واسق من نفسه بشكل زيادة وده اللي حعملهم رغم السلطة دي شفنا 120 ديئة ما استطاعش اللي هو يسدد غير مرة واحدة من صغرة استغلها نمار بالزبط وهنا كان اللوم على المدير الفني اللي هو ما بدأش اللي هو يدافع أكتر من فكرة يعني الهجوم علشان الخاطر اللي هو يحافظ على الهدف ده وكان حسم المباراة من البداية فشايف ده برضو أمر صحيح ولا هو استمر بطريقة اللي بالعادية بالزبط يعني هو المنتخب البرازيلي مشكلته أنه هو فعلا لما سجل الهدف وخلاص خلص الشوت الأدوى في الأول استمر اللي هو عايز يسجل كمان هدف أو يعزز النتيجة وده اللي ترد عليه بهدف عن طريق هجم منظمة وده اللي معروف عن المنتخب الكرواتي أنه هو بيطلع به هجم منظمة وعملها أكتر من مرة في المباراة فعشان كده المنتخب البرازيلي تلقى هدف التعادل كان ممكن بشكل كبير جدا أنه هو يأمن على نفسه أنت دلوقتي محتاج أن أنت تطلع على مباراة اقصائية فأنت مش محتاج أن أنت تبرز خلاص أنت جبت الهدف بتاعك وعملت اللي عليك وخدت مرادك من المباراة فأنت محتاج أن أنت يعني خلاص تقفل دفعاتك تأمن كل خطوطك لأن أي هجمة أو خطورة المنتخب الكرواتي معروفة جدا بسبب النظام بتاعهم أن أنت خلاص أنت جبت الهدف وجبته بصعوبة جدا كل تزداد بتاعتك ما جاتش على المرمى وكمان يعني بالعافية نمار قدر أنه هو خلاص عرف أن الحارس الكرواتي أنه هو بيتصدل كل كرة فكان لازم يروه عشان يدخل أو يسجل الهدف فكان لازم أنه هو تيتي أنه هو يحافظ أو يأمن دفعاته بشكل أكبر بدلا من أنه هو يستمر بنفس طريقة اللابة نعم وانتهت المباراة لصالح يعني الخصم في يعني فكرة ضربات الترجيح مباراة أيضا أخرى كانت من المباراة الهمة بالأمس بنتكلم على الأرجنتين وهولندا وأيضا انتهت بعد 120 دقيقة بضربات الترجيح لصالح منتخب التانجور نتكلم على أربع يعني ركلات لصالح ثلاث ركلات قدرت اللي هي تفوز بها الأرجنتين شفت المباراة دي مباراة إزاي شفت المباراة بالمنتخب الأرجنتيني كان هو المبادر طبعا وبيعتمد اعتماد كلي على ليون الميسي طبعا قائد المنتخب وأفضل لعب في المنتخب تقريبا والمنتخب الأرجنتيني بالنسبة لي ما أعتقدش أنه هو المنتخب القوي أو اللي هو اللي يقدر يوصل لبعيد في البطولة ولكن قدر أنه هو يوصل للمرحلة أو أنه يوصل لنص النهائي ويبقى من بين الأربعة الكبار في كاس العالم السندي بسبب ميسي بيعتمد على ميسي ميسي كان بيرد مباراة على التساؤل اللي حصل ما بعد مباراة السعودية وإنه ميسي فميسي كان نازل يرد وبقوة أنا موجود عشر أهداف تحديدا في البطولة بالزبط فإنبارح قدر ميسي أنه هو يوري نفسه قدر أنه هو ضربة جزاء يسجلها يصنع هدف من التمرير بتاعته تدرس بصراحة ولكن المنتخب الأرجنتيني من المنتخبات ما أعتقدش أنه قوية جدا المنتخب الهولندي كان أفضل بكتير بالذات في الربع ساعة الأخيرة من المباراة قدر أنه هو يتحول من خسارة 2-0 ومعنويات خلاص صفر تقريبا بالنسبة للمنتخب الهولندي ولكن قدر لويس فانخال المدير الفاني الهولندا أنه هو يدفع خلاص هو أنا محتاج أن أنا تعادل فأنا محتاج أن أنا أنزل كل بقى الأسلحة بتاعته أنه عنده 2 مهاجمين لوك ديونج وفيك هورست دول من أطول المهاجمين تقريبا موجودين دلوقتي في مونديال كتر يلعب عليهم أو يلعب بطريقة الكرة الطويلة وده اللي قدر فعلا يسجل عن طريقه الهدف الأول والهدف الثاني كان حاجة يعني برود أعصاب شديد يعني أنه هو يلعب الفاول في خلاص يعني بعد اللعبة دي الحاكم المباراة كان هيصفر أنه هو يلعبها بالطريقة دي وأنه هو يقدر يخطف المنتخب الهولندي المباراة بالشكل ده أو يخطف هدف التعدل بالشكل ده فأعتقد أن المباراة كانت محتاجة أو أن هي كانت عايزة المنتخب الهولندي أكتر من المنتخب الأرزنطين ولكن طبعا العملاقة بتاعة الحارس الأرجنتيني مليانو مارتنيز كان هو يعني كلمة السر بالضبط أنه هو يحسن المباراة لصالح الأرجنت ولو بنتكلم على أكثر اللعبين تزديدا في بطولة كاس العالم هنتكلم على ماردونا وبنتكلم على ميسي النهر ده وميسي مباراة كان ليه تصرحات خاصة بالتحكيم شايف تصرحاته دي عاملة إزاي أو شفتها إزاي تحديدا لأنه يعني استنكر أو شاف أنه كان فيه نوع من أنواع يعني عدم العدالة في التحكيم تحديدا أثناء المباراة بنتكلم عن 15 كارت خرج في مباراة واحدة يمكن ما حصلتش في بطولة في كاس العالم قبل كده ويمكن قال أنه لابد وجه رسالة للفيفا تقريبا أو تحديدا عفوا وقال لابد أن تنتقل فيفا الحكام لمثل هذه المباراة الهمة شايف التحكيم كان مقصر في مباراة الأمس؟ جدا يعني ماتيو لحوز حكم مباراة الأسباني ده من أسوأ الحكام اللي أنا ممكن أتفرج عليهم في السائع أو المباراة اللي أنا أتفرج عليها سواء في الدوري الأسباني سواء في المباراة الدولية للمنتخبات حكم سيء جدا بيعتمد على أنه هو بيحب لنفسه لشو أكتر أنه هو بيحب يستعرض نفسه في المباراة كانت قراراته سيئة جدا ولكن تصراحات ميسي بسبب التحكيم ما أعتقدش أن هي كانت موفقة لأن المنتخب الأرجنتيني ما أعتقدش أنه هو ظلم مباراة يحتسب له راكل الجزاء لو فعلا فيه ظلم تحكيمي كان فيه بعض المجاملات للمنتخب الأرجنتيني لأن ميسي في الشوط الأول يعني فيه كرة يعني صد الكرة بإيده وما تعرضش للإنزار وفي الشوط الثاني أو في الشوط الإضافي الأول بالتحديد تلقى بطاقة صفراء لو كان كده كانت تعرض للطرد لكن هي حقيقة واحدة فيما حدث بأمس هو فكرة وداع منتخب البرازيل وأيضا فوز الأرجنتين ويمكن النهاردة عندنا مباريات هامة جدا بنتكلم على فرنسا وإنجلترا بنتكلم على المغرب والبرتغال مباراة يعني ليست بالهيانة تحديدا ولكن هنتكلم على المغرب فالمغرب عنده نجوم بنتكلم على الأشرف بون وبنتكلم على كمان أشرف حكيمي تحديدا ويمكن أشرف حكيمي ليه دور كبير جدا في التأهل لمنتخب المغرب التاريخي للدور ربع النهائي من بطولة كاس العالم 2022 على حساب منتخب إسبانيا وقدم أداء فني قوي رائع جدا أشرف حكيمي من خلال المباريات اللي شارك فيها